اذن لدي الوقت محاضرة البروتين متابوليذ هنتكلم بعد الوقت عن الميتابوليزم و الامونيا يعني ازاي الامونيا حصلت عليها ازاي السورسز بتاعتها والاخر الفت بتاعها او نهايتها بتكون اي يعني الاول حاجة ايه السورسز بتاع الامونيا السورسز بتاع الامونيا زي ما احنا قلنا في حاجات ميجرو وحاجات مينور الميجرو اللي احنا قلناها اللي هي الـ Trans D-Amination مليش احنا قلنا الـ Amino Acid ما يحصل لها Gas D-Amination بتنقل من مركب لمركب الاول. وهي الاخر بتضعني فكدة تضعتني انا كده حصلته على امونيا. تمام? في حاجات امين والبقائن زي ايه? مثل متاع البيرين والبيراميدين مش احنا لدينا يدخل في تكوينهم امين واسد فبرضو ما يحصلهم دي امينيشان يبقى امونيها تنتقل او بكتيريا اللي هي تعفن البكتيريا متى ما تشتغلها اختلاع لايه? امونيا طيب الامونيا اللي طلعت دي نهاية حقيقة هتروح فين لاما تروح تكون امينو اصد تاني لنان اسنشال امينو اصد وانا غلطت بما قلت امينو اصد بس لازم انا اقول نان اسنشال زي ما احنا متفقين من المرة اللي فاتت تمام او هتحصل لها رموفل يبا هي اللي هتروح تصنع امينو اصد جديدة لا هيحصل لها رموفل هيحصل لها رموفل بثلاث طرق اول حاجة الجلوتامين ازاي كرين برضو وقت ما قلنا ان لو كان عندي فريق امونيا كتير هتروح تمسك في الجلوتاميت في وجود حاجة اسمها جلوتامين وهتكون حاجة اسمها جلوتامين فهي دي هتلقى اول طريق لها ان هي تروح تتكون جلوتامين اللي هي تكون جلوتامين ونخلي هي بتمسك في الجلوتاميت في وجود ايه جلوتامين سنستيز تمام دي هتأول طريق لها طيب تاني طريق ان هي تكون يوريا وهنعرف دي الطريق دا في ساكمل هنعرف ازاي. اخر حاجة ان هي تروح تقرق في الكدني عادي فتخرج اللى هى كدن اكسكريكشن. ايكسكريكشن. ايكسكريشن. اللى هي تروح تخرج من الكدني. يبقى امونيا في اربعة احتمالات عندنا او نخلو وجمع احتمالين. الاحتمال الاول ان هي تكون من استنتشي الاموني واحد تروح تكوننا تاني. الاهتمال التاني انه يحدث لها الرموفر ده بثلاث طرق ايه هما الطرق بتاع الامونيا لاما غلوتامين اللي هي تروح تكون غلوتامين ان هي تمسك في الغلوتاميت وتكون غلوتامين تاني حاجة تدخل في اليوريا اليوريا سايكل وتكون يوريا اخر حاجة انه يحصل لها اكسيكريشن في الكهن تمام كده تمام طيب احنا لو فاكرين برضو قولنا الامونيا ديت ان هي نيورو توكسك طب هي ليه نيورو توكسك بقى عشان الحاجات اللي سيقلها دي ماشي يبقى الامونيا هي عبارة عن نيورو توكسك نيورو يعني حاجة مشكلة في فيристأة اللي هو النور relean يعني ليه لإنها بتعدل yo تمام يبقى اول حاجة هي بتعدل yo تاني حاجة اللي احنا قلنا الامونيا دي لسه قيلين انها بتمسك في الجلوتاميت وتحول ولايه ل Pasturing اللي هي دي يبقى الجلوتاميت بيتحول لجلوتامين من خلال او ممكن برضو بتحول الجلوتاميت من خلال الجلوتاميت دي هيدروجينيز فاكرين وقت ما قلنا الجلوتاميت دي هيدروجينيز من اسمه انه بيكون الجلوتاميتجو الميزيكونه من ايه? من حاجتين؟ من الفا كيتوجولوتريت وعمونيا فاكرين الحاجات دي؟يكون ه�� هذه الثلاث احتمارات بتاعتها. او ليه هي نيورو توكسيك? هي نيوروتوكسيك لانها بتعدي وبروchaft البرينباريير وكمان بيتحول بتكون بتتحول لجلوتاميد من خلال ده هيدروجنيز أو تحول لجلوتامين من خلال ده هيدروجينيز سنسيتز طيب هي ليه بقى لما تحولت لجلوتاميد او الجلوتاميد بقى بقى تنيرو توكسك لماذا هي برضه انو انا مش فهمين لي اول حاجة احنا قلنا ان هي بتروح تمسك ده هيدروجينيز ده بيعمل ايه بيمسك الايمونية النهاية الالفاكيتو جلوتريت فيكون لي جلوتاميت. تمام? الالفا كيتو جلوتاريت فانا كده خدت الالفا كيتو جلوتاريت الموجود في البرين كله. الالفا كيتو جلوتاريت ده مهم ليه? لانه بيدخل في الكريبس سايكل. بيدخل في كريبس سايكل. ويكون لي الاخر اي تي بي. احنا عارفين الكريبس سايكل بتكون الاخر اي تي بي. بتكون الطاقة. الطاقة ديها البرين اللي هيشتغل بيها. تمام? فانا دلوقتي خدت الالفا كيتو جلوتاريت. تمام? عشان عشان في امونية كتير عدد فخط الارفا كتو جلوتاريت مسكت فيها كونات جلوتاميت وبالتالي ما فيش ارفا كتو جلوتاريت هيروح الامونية هيروح الكريبس سايكل وبالتالي ما فيش ايتي بي هتكون موجودة فالبرين مش عارف يشتغل ما فيش طوقة للبرين تمام يبقى دي اول حاجة دي اول سبب ان هي نيروتوكسيك ليه عشان كونات الجلوتاميت وعرفنا ليه طيب تاني حاجة تاني حاجة احنا قلنا ان هي في الجلوتاميت هيتحاول لجلوتامين من خلال اليatl segunda وأيضا لنسبب موجود للجلوتامية الجلوتاميات 결 sampling تكوين النيورو GE الهلاف التي تزاود واللعب capacity يعني زي مثلا الجمام امينو بيترك اسد والجوبا وحاجات تانية من النيرو ترانسوميتر الحاجات ديت الجلوتاميت بيبقى مهم فيها فانا ما عنديش جلوتاميت ليه لان ما الجلوتاميت تكون انا خدته حولته الجلوتامين من خلال الجلوتامين سنسيز وبالتالي فما فيش نيرو ترانسوميتر فالبرين برضو مش هيقدر يقوم بشغله يبقى عرفنا ليه الامونيا نيرو توكسك نخلي الحاجتين ان هي بتأثر على الانيرجي برو دوكشن يبقى بتأثر على الطاقة وعرفنا ازاي وبتأثر على كمان ان تكون النيرو ترانسوميتر وعرفنا ازاي نقولهم بسرعة تانية يبقى الامونيا نيرو توكسك لايه لانها بتعدي البلوت برينباريال طب اما داخلت البرين عملت ايه عملت حاجتين ومن الحاجتين دول بقت نيرو توكسك الحاجتين اللي عملتها اول حاجة اخدت الالفا كتو جلوتريت عشان تكون يبقى الألفا كتوahan قل فمش يروح هتشتغل لي يبقى ما فيش طاقة هتطلع يبقى دي أول حاجة تالي حاجة الجلوتاميت اللي يتكون ده اللي يشتغل عليه حول الجلوتامين المهمه في إيه؟ أنه هو بيشتغل كأنيورو ترانسيميتر وبالتالي ما فيش جلوتاميت فما فيش نيورو ترانسيميتر general blessed يعرفنا أن الأمونيا نيورو تكسك يبقى كده خلصنا كلامنا عن الأمونيا ده حاجة بتوضح برضو الأمونيا وازاي بتكونة وازاي بتخرج وكده تعالوا نشوفه مع بعض أول حاجة إن الجلوتاميك أسدهوت بالجلوتامين سنسيز حول الجلوتاميت أو الجلوتاميك أسد الجلوتاميك أسد هو هو الجلوتاميت لإيه؟ لجلوتامين تمام؟ الجلوتامين يشتغل عليه إنزيم اسمه جلوتامينيز دي له مكانين لإما يتم في الكدني لإما يتم في الليفر لو تم في الكدني هيحوله الأمونيا الأمونيا ممكن تخرج في اليورين احنا قلنا ديت ايه? دي واحدة من الفيت بتاعها من هي بتخرج في اليورين. او دي واحدة من الطرق يعني. تانية حاجة احنا قلناها ان ممكن ده يشتغل على الجلوتمين في فيحول له ايه لجلوتاميان اي تاني. و هيخرج منه بقى الامونيا. تاني احتمال احنا قلنا ممكن تروح ليورية وتكونو وتكونوaremos تمام؟ يبقى واليورية ساكل دي بتتمه في اليورين زي ما احنا هناخد دلوقتي. يبقى دي كده الايه الاحتمال التاني احنا قلنا لاما تخرج في اليورين لاما تكون ايه لاما تروح تكون يوريا اا لاما يحصل لها حاجة كمان قلناها اللي هي ايه اللي هي اول خطو خلص تمام يبقى دي هي تلفيت بتاع الامونيا يبقى الفيت بتاع الامونيا قلنا تلات حاجات لاما تروح تكون جلوتامين اهيت جلوتامين سنسيز ادي الجلوتاميك اسد مع الامونيا اهيت فجون الجلوتامين سنسيز دي اول حاجة لاما اا يشتغل بقى الجلوتامين يتحول آآ يتحول من خلال في الكيدن الأمونيا فالأمونيا تخرج في اليورين هذا دي تاني خطوة ان هي خرجت في اليورين تلت خطوة ان يشتغل عليها في فيحولها اليوريا دي تلت خطوة تمام يبقى ديها تلفت او ازاي بيحصل يعني او ممكن زي ما احنا قلنا بعد رجع تكون امينو اسد تاني تمام يبقى كده الامونيا كلام نخلص عنها اول حاجة عرفنا بتاعتها وقلنا ان في من خلاله الترانس الترانس دي اماينيشن والماينور من خلال دي اماينيشن بتاع البيرين والبيروميدين او من الخلال البكتيريا بيوتريفاكشن دي هتقاول حاجة السورسز تاني حاجة تكلمنا عليها بتاعتها ان احنا قلنا لاما هتروح تكون اماينو اسد تاني لاما هتعمق ايحصل لها والرموفل والرموفل بالطرق اللي احنا عارفينهم اللي هتكون جوليتامين اللي هتخرج في اليورين آآ من خلال كده يعني لها تكون ايه يوريا طيب آآ بعد كده قلنا برضو ان هي النيوروتوكسك ليه لانها لانها بتعمل حاج تاني بتكون آآ آآ بتكون بتتحد مع الجوليتاريك اسد وتكون جوليتاميت فالجوليتاريك اسد كده مش موجود فمش يبقى في ايه طاقة دي اول حاجة تاني حاجة الجوليتاميت اللي تكون ده هيتحول لايه لجولوتامين من خلال الجوليتامين سنستيز فبالتالي مش هيكون فيه نيورو ترانسيميتر تمام كده يبقى دولة الكلام اللي احنا تكلمنا عن الاموني طيب بعد كده هندخل في حاجة دي ده اسمها اليوريا سايكل اليوريا سايكل دي يعني ايه انا عايز اعرف اليوريا دي تكونت ازاي تمام بصوا كل بساطة كده الاول اليوريا دي بتتكون في في الليفر ماشي يبقى احنا عندنا المكان اللي هيحصل في اليوريا سايكل في الليفر دي اول حاجة مهمة تاني حاجة مهمة ان هي بتتم من خلال خمس خطوط يبقى اليوريا سايكل دي عبارة عن خمس خطوط هنشوفهم هنشوفهم في المخطط الاول ونرجع نقرأ الكلام الخمس خطوات دول بيتم اول خطوتين بس بيتموا في الميتوكوندريا بعد كده باقي الخطوات بتتم في السيتوبلاز ماشي يبقى تلات معلومات دول عايزين نكونوا نستستمرنهم في دماغنا الاول قبل ما نبدأ يبقى في اليوريا سايكل اليوريا سايكل ديت يعني ايه يعني ازاي يكون اليوريا تمام طيب هتتكون فين اليوريا سايكل او هتحصل فين هتحصل في الليفر دي اول حاجة عايزك تعرفها تاني حاجة ان هي عبارة عن خمس خطوات تلات حاجة الخمس خطوات دول اول خطواتين منهم بيحصلوا في الميتوكوندريا والباقي بيحصل في السيتوبلازم تمام تعالوا نشوف الرسمة الاول وبعدين نقرأ الكلام اول حاجة في اليوريا سايكل دولة الانزيمات اللي انا بستخدمهم ودول مهمين جدا ومرقمين يعني كل واحد بتركيمه هو ازاي بيشتغل هنقولهم دلوقتي طيب اول حاجة بتتم ازاي احنا قلنا اول خطواتين في الميتوكوندريا اللي هي واحد واثنين دول اول خطواتين في الميتوكوندريا بعد كده الحاجات التالية التلات خطوات دول فين في السيتوبلازم احنا قلنا خمس خطوات ده الحاجة دي كلها بتحصل فين في الليفر دي اهم حاجة يبا دي كله بيحصل في الليفر تمام عبارة عن خمس خطوات اول خطواتين في الميتوكوندريا كاتب اهو تلات خطواتين في السيتوزول اللي هو السيتوبلازم تمام ايو اول خطوة خالص انا بحتاج عشان اعمل تلات حاجات. بحتاج الامونيا وبحتاج دي باخدها من وبحتاج اربعة هاي انرجي فوسفات اه فوسفات اه انرجي. بحتاج اربعة ايه? اربعة فوسفاتات يعني. تمام? تمام. طيب انا اول حاجة هياخد والان مش احنا قلنا اه هنعزل الحاجتين دول. هاخدهم الاتنين. في انزيم هيشتغل عليهم. والانزيم ده اهم انزيم في الكريبس سايكل واول انزيم بيشتغل اسمه كابسوان. اختصاره كابسوان. اللي هو كارباميل فوسفات سنستيز. يبقى اول حاجة هيشتغل اللي هو كابسوان ده. وده اهم حاجة. اسمه ايه? كارباميل فوسفات سنستيز. هيشتغل اول حاجة هي هيعمل لي انزيم اسمه او هيعمل لي مركب اسمه كارباميل فوسفات من اسمه. يبقى مع هيشتغل عليهم انزيم اسمه اللي هو من اسمه هيصنع حاجة اسمها فيكون لمركب اسمه طيب تاني خطوة وبرضو احنا لسه في تاني خطوة ده هيشتغل عليه انزيم تاني انزيم هيشتغل اسمه. اللي هو كارباينيليز تمام هيشتغل على كاربا مالفiska هايحاولLain حاول المال نبص على اسم ايه كاربا مالف Assistant فيحاول الاخاول سيترو tests. تمام. هيتحول لا ايه لورنسين وستريولين. اول ما نكون السيتريولين السيتريولين هيروح للسيتوبلازم على طول تمام هنفتكره ازاي نفتكر ان الاس هاو سيتريولين مع اس هاو سيتوبلازم اول ما يكون السيتريولين هيروح للسيتوبلازم هيمسك مع الاسبرتيت الاسبرتيت ده اما انه اسد تاني هيمسك مع السيتريولين هيكونه لحاجة اسمها ارجانوساكسينات تبقي الانزيم من اسمه هو كون ارجانوساكسينات فالانزيم اسمه ارجانوساكسينات سينستيز سينستيز اسمه اي صنع سينستيزي يعني بيصند حاجة اسمها ORGANO SOXenschينيت رابح خطوة الارجانوسكسينيت ده انا عايز اكسره انا اكهودهه من UST انا هكسره تاني هكسره بانزيم اسمه ORGANO SOXenschنيز ا اي حاجة اخر رئيز هكسر ف الارجانوسكسينيت هيكسر الارجانوسكسينيت هيكسره ال ايه? لحاجة اسمه UT وارجينين الارجينين ده برضه امانو اسد الارجينين ده الامانو اسد ده هيشتغل عليه انزيم اسمه هيحوله ليوريا واورنسين يروح يدخل للميتوكوندريا تاني ويتم يتحد مع السيتريلين ويتحاول السيتريلين ويخرج السيتوبلازم واليوريا سايكل تتم تاني ودي كوننا ايه يورياهو تمام بالراحة تاني عشان اللي تاه نقول لها من اول بصوا بالراحة خالص تمام؟ اول خطوة عندنا بدي حصل اول خطوتين في الجيرل بانا 리ورياسايل احنا الاول احنا بنتكلم معنا ايه على اليوريا سايكل. بتتم فين؟ بتتم في الليفر عن طريق كم خطوة خمس خطوات. اول خطوتين بيحصلوا فين? في الميتوكندريا. الثلاث خطوات التانيين بيحصلوا فين؟ في السيتوزول. طيب اول خطوتين عبارة عن ايه? ان السي او تو اللي جاي من mol試 حدثت من اليورياساتي اهي دخلت في اليور يا سيكل هيشتغل عليهم انظيم اسمه قربا من فوسفات سينستيز قلنا سينستيز بيحتاج طاقة تublcedيت عشان بيحتاج طاقة اهان كابس وان كابس وان عشان فيه حاجة اسمها كابس ocho مش مهمة يعني بس هي هي اللي هي كرباميل فوسفات فزينستيز فمن grace سينستيز هيصنع ايه هيصرنا امركع باسمه كرباميل فوسفات يجي تاني انظيم يشتغل على الكرباميل فوسفات اسمه خرباميل سيحاول القرباميل الفوسفادة لأورنسين وستريولين أول ما نتسبع كلمة سيتريولين سيروح للسيتوبلازم سيجد من مستني الأسبارتيت سيتحدث مع بعض يكون له مركب من خلال أنزيم الأول اسمه أورجانوساقسينات سينستيز سيصار مع مركب اسمه أورجانوساقسينات الأورجانوساقسينات فيه أنزيم يعمل عليه روابع اسمه أورجانوساقسينات سيحاول عليه لفهوميريت وأرجينين أورجينين من اسمه يشتغل عليه برضو مركب اسمه أرجينيز هيكسره لأورنسين وليوريا وبالتالي أنا كده حملت يوريا ما هي يوريا سيكل عشان تكون يوريا فكونت يوريا واليوريا ديت هتخرج فين؟ هتخرج في الكدناعي تعالوا نكراقق الكلام قال لك أول حاجة أن اليوريا عبارة عن الميجور اند بروداكت البروتين كاتابوليزم يعني كل البروتين ما يحصل له كاتابوليزم يحوى الأمونيا ومش عارف أين الأمونيا في الآخر هتدخل governor saycle وتكون يوريا يبقى يوريا ديت هي الان المجر اند بروداكت ممكن تجي في اختيارات مثلا لأورة بروتين كاتابوليزم بس احنا اخر الخطوة بتاع الارجينين مما يتحول ليوريا وورنسين بيتم بالارجنيز فالارجنيز دا الانزيم دا موجود في الليفر بس فعشان كده اليوريا سايكل بتتم بس في الليفر ما بتتمش في الان مكان غير الليفر تمام? اول توري اكشن بيتموا في الميتوكوندوريا والباقي توري اكشنات بيتموا في السيتوزول اللي هو السيتوبلازم. يبقى دول اتلاث حاجات دول احنا عارفنه طيب. بعد ما بتتكون في الليفر اليوريا بتروح للبلد وبعد كده اكسيكتيت في الكدنة احنا قلنا اول ما ليوريتي تكون هتروح تمشي في البلد وتخرج في الكدنة عادي تمام بتحتاج ايه اليوريا سيكل بتحتاج اتنين موليكيول من الامونيا جاين من الجوليتامين والاسبرتين تمام وبيحتاج واحد موليكيول من السي او تو جاي من اين من الكريبس سيكل وبيحتاج هاي انرجي فوسفات بوند تمام كده تمام الكابسوان اللي هو كرباميل فوسفات سنتيز هو ده الكي انزايم بتاع اليوريا سيكل يبقى هو الكي انزايم وهو يبقى اول خطوة في اليوريا سايكل بتتم عن طريق انزيم اسمه كابس وان كابس وان كابس وان ما ننساش عشان ده مهمة جدا يبقى الكرباميل فوسفات سنستيز كابس وان دي هات اول خطوة بتتم فيها وهو عبارة عن الكي انزايم برضو لو مش موجود هو اول خطوة لو مش موجود فمش بتتم فعشان كده هو الكي انزايم تمام النورمال فسطنج بلازما يوريا رينج دي مهمة برضو جدا البلازما يوريا بتسوي كم من 15 الى 40 او من 15 الى 45 تقريبا ملي جروم بالديسيل يبقى من 15 الى 40 ملي جروم التمييز مهم هنا قوي عشان ممكن يلغبطك يقول لك جروم لا هي البلازما يوريا بالملي جروم اما لو قال لك اليورين اللي في اليورين يعني اليوريا اللي موجودة في اليورين بتبقى بالجروم عايدة لكن يبلغشة اللي غبطة ونخلل horses لنركز ان هي بلازما يوريا تبقى بالملي كباب ا mul 18인 to 40 ملي كباب فية احتمال اني تزيد واحتمال اني تقل طيب هتزيد امتا هتزيد لو انا لكلة بروتين كتير فالتكسيرة هيبقى كتير فهينتج ليوريا كتير. يبقى هاي بروتين ضايد. او لو في رينة الفليلان انا مش عارف ا خرجها يبقى البروتين كتير الانتج كتير. او الاكسيكريشان قليل انا مش عارف ا خرجها. طب هتقل لي امتى? لو في ليفر كريع. ليه? لان الليفر فليل هو اللي بيكون لي اصلا اليوريا فالليور جي عارف يشetغل فاليوريا مش هتكول. فهتقل. تمام? يبقى هتزيد في حالتين. لاما مش عارفة عملها في رينال فهتزيد لإما أنا باخد بروتين كتير في الضايت فعمالي يتكسر كتير ففي اليورية بتكون كتير طب إمتى تقل لو في فأنا مش عارف أصلا نكون اليورية تمام بيقول لك ان بي كده في الآخر ان الريموبر بتاع الامونيا الريموبر بتاع الامونيا بيتم عن طريق الليور هو الريموبر فانكشن أما الريموبر بتاع اليورية يبقى الامونيا أساسي عشان اا تخرج ليه لأن الامونيا منصيرها ان هي تحاول ليوريا. واليوريا بتتكون في الليفر. فهي اساسي ليور فانكشن. اما اليوريا ملعاش مخرجة لحاجة واحدة بس اللي هي رينال فانكشن. تمام? يبقى الامونيا من لي ليور ولا بتعتمد على الليفر فانكشن ولا ولا رينال? لا بتعتمد على الليفر. لاني لان هي بتتحاول اليوريا واليوريا دي بتتحاول اصلا فين? في الليفر. فهي بتتحاول في الليفر. طيب اليوريا اساسي بتخرج من اينا? احنا قلنا هي بتروح للبلد وتخرج في الكيدني. فهي اليوريا كيدني. بتاعتمد على الكيدني فانكشن. او رين الفانكشن. وبالتالي الامونيا بقى. تمام? تمام. ده احنا قلناها كده خلاص. ازاي بقى بيحصل لليوريا سايكل? وده سؤال. يعني ايه للي بيتحكم في ده? احنا قلنا اهم انزيم وهو الاول خطوة الكابسوان. فانا هشوف ايه اللي بيتحكم في الكابسوان? اللي بيتحكم في الكابسوان حاجة اسمها ان اسطايا الجلوتاميت. ده يعمل آآ يقبى هو اللي في اللي بيحفز الكابسوان. طيب ايه لو اللي مش موجود الكابسوان مش هيتحفز. وبالتالي مش هيحصل اصلا. ابقى اول حاجة. واهم حاجة في اللي هو اللي هو اللي هو عباره عن تمام? تاني حاجة بقى في فكتور بتزود مثلا اليوريا سايكل امتى لو ايه لو اليوريا هتتكون كتير امتى لو في امونيا كتير الاومونيا بتيجي منين من تكسير الايه البروتين او الامينو اسد يبقى لو انا هو اخد امينو اسد كتير هيبقى في امونيا كتير وبالتالي هيبقى في يوريا سايكل كتير طيب امتى يبقى في امينو اسد كتير لو هاي بروتين ضايت زي ما احنا لسه ايليه او لو في في مجاعة طيب في المجاعة دي بيهن اللي بيحصل انا بحاول اكسر البروتين عشان اكون طاقة. تمام? فانا هقعد اكسر البروتين فتكسير البروتين هيديني الاخر ايه? امونية اللي هتتحول ليوريا. وبالتالي هيزيد اليوريا عندي. يبقى لو او مجاعة انا بحاول اكسر البروتين عشان اكون ايه? عشان اكون طاقة. فالبروتين اللي هيكسر هيديني ايه? هيتحول الاخر ليوريا كتير. فيبقى فيه يوريا كتير. طيب ثلاث حاجة لو في انا باخد اه كاتابوليك هرمون. يعني ايه كاتابوليك هرمون? الكورتزون ده معروف عنه ان هو بيكسر برضو البروتينات. كاتابوليك يعني بيكسر. كاتابوليك هرمون زي الكورتزون ده اشهر مثال لي. اللي هو هيقعد يكسر في البروتين. وبالتالي برضو اليوريا هتبقى كتير. تمام? يبقى في حاجتين. اول حاجة ان انا بعمل للكابس واني عشان هو من خلال ان اصطيع الجلوتاميت. تاني حاجة في حاجات او في عوامل يعني بتساعد اليوريا سايكل اللي هي بتزود يعني تصنيع اليوريا اللي هي ايه لو واحد واخد بروتين ضايد كتير لو حد عنده مجاعة فالبروتين بتاعها هيكسر عشان يكون له طاقة فالتكسير البروتين ده هيكون امينو اسد فالاخر يعني هتكون امونيا وبرضو لو حد واخد بروتين كتابلوك هرمون زي اللي بتعالجه بكورتزون بيعودوا يكسره في البروتين فبالتالي اليوريا بتبقى كتير تمام كده يبقى كده اليوريا سايكل خلصت يا رب بتكون واضحة اهم حاجة فيها بتتم في في الليفر زي ما قلنا تاني حاجة قلنا بتحصل اه الانزمة على خمس خطوات خطوطين في الميتوكوندريا اول خطوطين والباقي في السيتوزور وقلنا الانزمات والانزمات مهمة جدا تمام والرجوليشن بتاعها برضو مهم طيب اه اخر حاجة في حاجة اسمها الحاجة اللي قبل الاخيرة قبل لقبل الاخيرة يعني قربنا نخلص اللي هما ايه حاجات كده بتجي من الامينو اسد مش احنا كنا قيلين لما ينقصد بيكون بروتين او نوم بروتين نيتروجنس كومباوند هنقولها برضو او بروتين درايفيتف ايه هي بقى البروتين درايفيتف احنا قلنا كرياتين وكرياتينين وحاجات تانية كده هنقولها دلوقتي تمام اول حاجة الكرياتين الكرياتين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن هو شبيه للبروتين يعني موجود فين؟ بيستخدم الكرياتين ده كنستورج للهوي يعني بيستخدم ان هو بيخزن الطاقة ليه؟ لان الكرياتين ده بيروح بيمسك فيه فوسفات يحاول لكرياتين فوسفات ايه؟ كرياتين فوسفات الكرياتين فوسفات ده ممكن بقى لما يكون الجسم في عايز طاقة يتقصر الكرياتين فوسفات ده ويدي الفوسفات ده للجسم فيكون يعني يتحد مع يكون وبالتالي الجسم حصل على طوقع عشان كده هوا الهاي انرجي فوسفات تمام؟ الفوسفات اف الاتي بي اه ترانسفير الكرياتين جنريت جنريتين كرياتين فوسفات المهم يعني بص عشان نعرف بص معلومتين عنه ان الكرياتين ده بيبقى عبارة عن ايه؟ هاي انرجي فوسفات اه استورج يعني الهاي انرجي فوسفات ازاي ان الاتي بي بتروح تدي فوسفات للكرياتين فبيكون مركب اسمه يبقى الكرياتين مع الفوسفات هيكون مركب اسمه كرياتين فوسفات لما انا احتاج طاقة الكرياتين فوسفات ده هيحصلت هيكسر يرجع لكرياتين عادي والفوسفات. روح للا يد بي تمسك في الاي دي بي. ما تمسك في الanti بي هيتكون الات بي وبالتالي انا حصلت على توك. تمام? دي ملخص الكلمتان دول. طيب الكرياتين فوسفات ده موجود فين? موجود في المسل? وفي البرين وفي البلد. مش في المسل بس. الكرياتينين بقى الكرياتينين ده موجود في المسل بس. هو المسل Weighbungisine flesh. يبا هو المسل بتاع الكرياتين فوسفاة. يبقى احنا الكرياتين فوسفات قلنا موجود في المصل. والبرين والبلد. لو هو موجود في المصل بقى بيبقى اسمه كرياتينين. بيقول كمان معلومة معلومتين كمان على الكرياتينين ان هو بيبقى موجود في المصل ونزبته بتبقى كونستمت من اليوم للتاني يعني. وبيبقى مهمة جدا ان انا شوف لان الكرياتينين بيخرج اساسي الكيدني. يبقى هو بيحصل بيخرج من خيال الكيدني. وبالتالي انا هشوف حاجة اسمع هشوف بتاعه يعني اللي هو بيحصل له بسرعة ولا لا او كده. هشوفه لو لقيت الكرياتين نورمل يبقى كده يعني ايه? يعني هي كل ما يكون الكرياتينين يتكون خلاص الكيدني بتخريجه عادي. بتعمله او بتخرجه. وبالتالي حفزت على نسبة الكرياتين النورمل. طيب لو لو بدأت لقيت فيها خلال بالزيادة او بالنقصون يبقى كده مش شغالة كويس. لانها هي المصدر هي اللي هو حاجة الوحيدة اللي بتعمل ايه? اللي بتعمل الكرياتينين. فبوزت. فالكرياتينين هنلاقيه في خلال النسبة بتاعته فيها خلال. يبقى دي كده اول حاجة الكرياتين والكرياتينين. تمام? في حاجات اسمها تريبتوفين تريبتوفين نيرو ترانسيميتر. يعني نيرو ترانسيميتر جاي من التروبتوفين زي السريتونين والميلاتونين. السريتونين ده كلنا عارفين ان هو عبارة عن نيرو ترانسيميتر وهو برضو وبرده بيساعد في يبقى نعرف طلعت معلومات عن السريتونين ان هو بيعمل وبيعمل تمام? طيب نعرف برضو معلومتين ولا شوية كده على الميلاتونين الميلاتونين ده بيكون فين? بيكون من السريتونين. تمام? آآ بيبقى مسؤولة على ايه؟ بيبقى بيزيد قصد انتجو بايه؟ عمتى زيت انتجة وامتى الانتج بتاعه بيزيد قوي فترة الليل. يعني باللييل قوي تلاقي الميلاتونين زايد قوي. وفي في اللي هو بالنهار يعني بيكون له يبقى اللي هو بتاعه بيزيد امتى? بيزيد في الدركبريود اللي هي في آآ في نايت يعني بالليل. عما بيكون الليفل بتاعه كان galleries في day light بالنهار يبقى بيننهار بيكون قليل وبال adversity يكون عالي. وهو جاي من هنا من السيروتونل? يبقى ديت bro trapped ه minute sereotonin و hoe melatonine طيب بعد كده التيروزين dramatur persuaded be we misinformation though dpa بيكون 3 حاجات. هم الكاتيكولامين? الكاتيكولامين هي مسؤولة عن ان هي تعالي زي الدوبامين والنور budget orange orange oui الاترينالين والأدرينالين يبقى ادرينالين بنور ادرينالين او ابنيفرن ونور ابنيفرن ودوبامين كتولامين صوبة التيروزين برضو بيدخل في موضوع السيروينة والميلانين و MILELANINE عارفين ان هي عباره عن ماذا اللون اه صبغة اللي بتدي اللون بتاع الجلد فهي عبارة عن براون بيجمنت بتبقى موجودة منلي في الاسكن والهير والايرس الحاجات اللي بيبقى لها لون اللون بني تقريبا كده اسكن وهير و ايرس تمام جبه التيروزين التريبتوفين قولنا بيكون سيروتونين و ملاتونين اما التيروزين بيكون تلات حاجات كاته تولامين و سيرويد هيرمون و ميلانين طيب الجلوتاسيون بقى الجلوتاسيون ده عبارة عن مركب ده بيشتغل كانتي اكسيدانت بيمنع وايه الاكسيدا بيكون من ايه عبارة عن طريب ب aboutut طري يكون هذا قم بيكون من 3 امينوروسيد اللي هم جلوتاميت و سيستاين وجليسين يبقى الجلوتاسيون ده عبارة عن طريب ب aboutut طري يعني بيكون من 3 امينو أسد اللي هم جلوتاميت و سيستاين وجليسين ماشي عبارة عن ايه عبارة عن Higher قولنا ان هو انتي اكسيدانت انتي اكسيدانت ازاي اللي هو بيع Selectaryчесший بيمنعها من العومل الاكسادة اللي ممكن انت اكسادة اللي هي يبقى بيروح على كراتو الدم الحمرة بيمنع اي اي اكسادة تتم يعني فيها طيب الجلوتاسيون ده بيبقى ما بيبقى اه بيعمل بيمسك الاتنين يعني جلوتاسيون هوت في مركبين جلوتاسيون بيمسكوا مع بعض بحاجة اسمها ضاي فوسفات بوند ضاي سالفايد بوند معلش ضاي سالفايد ضاي سالفايد بوند تمام بيمسكوا مع بعض بضاي سالفايد بوند طب اما عاوز اكسرة بقى هتتكسر تضاي سالفايد بوند ده وترجع ايه ويرجع المركبين كل واحد لوحده جلوتاسيون وجلوتاسيون مش اتنين يعني كل واحد لوحده تمام بس وعشان اعمل لي يعني ايه اخليه وترسل وبيشتغل برضو كمان امانو قصد كاريال وكو فاكتور للصمق نزاي من راكشن يبقى جلوتاسيون اهم حاجة بس نعرفه ان هو ان هو تريب بطايت بيتكون من تلاتة انزيمات جلوتاميت وسيستايين وجليسين واهم حاجة تانية ان هو بيشتغل كانتي اكسيدان ونعرف برضو كمان ان هو كو فاكتور لصم انزيماتك راكشن بدول اهم حاجة تمام اخر حاجة بقى من من الجوبا الجوبا ده عبارة عن ايه عن نيرو ترانسيمتر بيتكون من الجلوتاميك اسد يبقى يعني ايه يعني المشتقاط اللي بتتكون الا 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 من التيروزين اللي هو كاتيكولامين وسيرويد هرمون والميلانين والجلويتسيون وفي الجوبة الجلويتسيون بيكاوم من الجلوتاميت وسيستيين وجليسين. والجبابة بيكاوم من الجلوتاميك اصد. يبقى دي عرفنا ايه امانة واسد درويفيترز يعني الحاجات اللي بتدخل في تكوينها امانه واسد. وعرفنا كل واحد في هم وعرفنا اين امانه واسد اللي بيدخل في تكوينه. تمام كده? تمام! بعد كده يبا احنا كده اتكلمنا احنا قولنا كانويا بيدخل في تكوين البروتين وتكلمنا عن البروتين شوية وبيدخل في تكوين برضو زي نا بروتين من اسمه عبارة عن مركبات فها نيتروجين بس هي مش بروتنات. تمام? زي ايه? زي اليوريا واليوريك اسد والكرياتين 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 والامونيا والامينو اسد. يبقى دول كلهم دي مركبات. بيدخل في تكوينها نيتروجين بس هي مش بروتنات. يوريا يوريك اسد. كرياتين وكرياتين وكرياتين وامونيا وامينو اسد. طيب بعد كده اخر حاجة بقى في شوية امزمات اه بتدخل في يعني موجودة في تشو معين وبيبقى لها اهمية معينة. ايه هي الامزمات ديات الانزيمات دي زي وفيه اسد فوسفاتيز والترانس اماينيز والاكتاب دي هيدروجينيز والكراتينيز السبع انزيمات دول هنعرف بس كل واحد موجود فين وايه هميته تمام يعني عال سريع جدا وسهلا يعني حاجة بسيطة يبقى عبارة عن ايه عبارة عن ان دول شوية انزيمات موجودة في تركيز اقليل اوي بيبقى لها معينة تمام زي مثلا بيقول لك هنا مثلا ان مثلا فيه انزيمات معينة بتزيد لو في فايرل هباطايتس يعني بالو حصل بتزيد اوي فيه انزيمات بتزيد لو حصل اوبستراكشن زي مثلا بيحصل انزيمات معينه هتزيد انا اعرفها دلوقتي مثلا فيه انزيمات بتزيد اوي لو حصلت ان اوفر السيل السيل اكسليرز التون اوفر عمالة تتجدد بصرح ايوية دي بتحصل فين في الماليجنانسي لو فيه كانسر او حاجة فالسيل عمالة تنقسم بصرعة بصرعة كبيرة اوي فممكن يبقى فيه انزيمات معينة تدول ان هي ايه ان فيه ماليجنانسي هنعرف كل واحد بقى من دول ونعرف اه هو زباستيفك ليه ايه والحاجة معنا الاميليز الاميليز ده بيبقى موجود فين او او بيدل على ايه يعني او بيبقى موجود في ان هيتشو بيبقى موجود في البنكرياس وفي البروتاتجلان تمام وبالتالي لما لو لقيته زايد اوي يبقى عندي مشكلة لأمه في البنكرياس او البروتاتجلان مسلا في البنكرياس اللي هو انفلاميشن في البروتاتجلان برو 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 تايتس برو تايتس تمام يبقى لو في انفلاميشن في البنكرياس او البروتاتجلان هلقى من اللي عالي تويب الايبيز الايبيز برضو جايي من البنكرياس فيزيد امتا? بيزيد في حالات ال rodzicatur ips. يبقى لو في VANCiving ihon staid في ال heißt living is on throw to look at that activity on fl 한국 history asة. هلاقي اللاو يبيز ده على اوboo تمام. تمام. الالكالاين persphatasell alcohol puram virus. مش حنا احنا قلنا في حاجات بتاع فبتزيد قوي ده بقى من ضمنها. يبقى الالكالاين persphatase بيزيد امتا? بيزيد قوي لو حصل사를 pist f interactive jondess. او لو في حصر ريكتس ده اللي هو مرض مرض بيجي في في العزوم اللي هو بالقساح يعني بيخلي العظمة بتتكسر بسرعة تمام MBT بيزيد قوي الالكوالاين فوسفاتيزها الاقي الالكوالاين فوسفاتيز عاني للانه ليجي من البون واكسي كريديد من الليفر اه بيخرج في الليفر من خلال البيل فلو حصل البايل مش هيعرف يخرج وبالتالي الاقي الالكوالاين فوسفاتيز هيلاقيها عايلي مش يعرف يحاصل اوكسكريشن. طيب لو حصل مشاكل في البون احنا قلنا بيبقى موجود في البون. لو حصل عمال العظم عمال يتكسر فبرضو عمل يخرج من البون فعلي. يبقى هي على امتى? لو حصل عشان في مشكلة في البون. ولو حصل في مشكلة في البايل مش عارف يخرج. تمام كده? يبقى ده كده التلاتة الاولانيين. والايباز دول اتنين موجودين في البنكرياس والامايليز برضو بيبقى موجود في البروتجلاند. والالكالاين الفوسفاتيز موجود في لبون وبيخرج من خلال البايل. وبالتالي بيزيد في حالات الريكتس وي الاوبسترقتف جونس. طيب بعد كده الأسد فوسفاتيز ده بيجي من البروتجب. هبيزيد امتى? لو في كانしょう بروستجبيب. لو في كانسار بروستجس هلاقي. الاسد فوسفاتيز علي اوي طيب الترانس كامينيزز ايه هم الترانس كامينزز اللي هما الانين والأزبرطات والالانين ترانس اماينز اللي تسنين دول بيبقوا آه قلنا بيبقوا السين قوي في الليفر وخصان الالت في الليفر طب هو في الليفر بس لأ حاجات تانية يبقى الالت ده ده مخصوص اصلا لليفر يبقى ده خاص قوي بالليفر الالت تب الالت بيبقى في الليفر وحاجات تانية زي الاسكليتا المصل والهارت فالاتنين بيزيدوا امتى بيزيدوا في الهيباطايتس ليه لان الالت قلنا بتاع الليفر بس والالت برضو بتاع الليفر وحاجات تانية فهتلاقي لو فيه هباطيتس هتلاقيهم الاثنين زي دين طيب لو فيه ميكارديا الانفراكشن يعني فيه مشكلة في الهارت او مشكلة في المصل يبقى هنلاقي من اللي زيت بس هلاقي الاسي تي بس اللي عيل يبقى الالت داس بالسفة للليفر فبالتالي هيزيد في حالة الهباطيتس بس اما الاسي تي هيزيد في حالة الهباطيتس وحاجات تانية لو فيه مشكلة في الهارت او المصل زي مثلا الميكارديا الانفراكشن او في مشكلة في المسل. هلاقي الايه السيتي عالي. الايه السيتي بس. يكن اللي تي مش هلاقيه عالي. تمام. اللي بتدي هيدروجينيز. اللي بتدي هيدروجينيز بيبقى موجود في الهارت وفي الليفر وفي المسل. زي ايه? زي بالزبط. فهلاقيه عالي في حاجات ايه? في حالات ايه? او الهيباطايتس. في مشكلة في المسل او في مشكلة فين? في الليفر. طيب بيبقى اللي بتدي هيدروجينيز ده هنفتكره مع الايه? مع. شبه الاي اس تي. تمام. في الهارت والليفر والمصل. م Rosa باخر حاجة الكرياتينين اللي هو الكرياتينين موجود في الهارت في الذي فيه الهارت وليمكنة فيه ايضا ي laboratory او لميوم عليه بعد عدة القلب او ميوبسي فيه مشكلة فين في المصل. تمام كده يبقى دي كده الانزيمات اللي انا عايزك توعرفها كل واحد فيهم. موجود فين? ومكانه بيزيد ايه? او لو حفزته بيزيد في ايه? هتعرفه ما كانوا اي حاجة يعني نحفظوا حاجة وتعملوا الحاجة التانية عليها تمام? طيب دفي شوية اسئلة بقى كتدريب للمحاضرة كلها على بعضها تعالوا نحلوهم مع بعض ونعتبرها كمراجعة يعني سريعة. اول حاجة اا امسي كيو. في which out of the following is require as coenzyme for trans aminezer action. فكروا كده بسرعة اوقفوا الفيديو وبعدين ايه? جابوا وشوفوا اجابتكم صحة ولا غلط. كمراجع عليكم بس لو غلط ما تزعلوش لو صح هيبقوا برف عليكم. اه مش. يبقى ايه اللي بنستخدمه اه في الترانس امانيشن راكشن? احنا كنا عارفين ان هو الفيتامين بي سيكس. وقلنا ان هي مهمة واحنا بنشرح ان ده بيستخدم كاي? كاكو فاكتور. طيب الفيتامين بي سيكس كان ليه اسم تاني? اللي هو البي اللي بي. والبي اللي بي دي احنا قلنا اختصار لي ايه? لي بيرودوكسيل فوسفيت. يبقى الاجابة الصحية بي. تمام? which of the following is common نايتروجين كوليكتور. for all reaction involving trans amines. احنا قلنا كل trans amines reaction بيبدأ بامينو اسد كده اسمه ايه? كنا اقلين ان هو اسمه غلوتاميد. فالغلوتاميد هو بيبدأ اي 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 اه اه ترانس امينيز راكشن تمام? اللي بعده بقى. which of the following common nitrogen acceptor. acceptor يعني بيستقبل بقى. or reaction of trans amines احنا قلنا الجلوتاميد. وكمان حاجة كده. وفي حاجة كمان معهم وبيتكون حاجة كده. وايه? اه نيو الف امينو اسد ونيو اه نيو الفا كيتو جلوتريك اسد والفا امينو اسد. فالحاجة اللي هنا اللي هي اللي هتستقبل اكسبتور يعني هتستقبل الامونيا اللي هو ايه? الالفا كيتو جلوتريد. ده كان اللي كان واقف يستقبل. تمام? يبقى اللي بيستقبل الفا كيتو جلوتريد. اللي بيبدأ من جلوتاميد. طيب بعد كده. which of the following system? ابوت الجلوتاميد ده is not correct. اللي غلط. طب نمشي واحدة واحدة بقى لحد ما تقبلنا الغلط. required for trans di amination reaction. بيعمل trans di amination صح? universally present in all cell of the body. ماشي ممكن يكون موجود عادي. احنا كنا قلين في التفاعل بتاعه بيكون موجود الناد او الناد بي. ليه? عشان يغضو ال H. اللي هتخرج ما هو وان بيحصل. oxidative di amination. يبقى دي صح موجود. katalyze conversion of glutamide ل glutamine دي غلط. من اللي احنا قلنا بيحاول glutamide ل glutamine. مش glutamide ده hydrogenese. من? احنا قلنا اللي بيحاول glutamide ل glutamine. حاجة اسمها glutamine sensitive. يبقى هي دي الجملة اللي غلط. تمام? اللي بعدها. positive nitrogen balance. seen on all the following except. يبقى هي موجودة في دو كل ما عادة ايه? موجودة في ال pregnancy صح. نقولنا هي موجودة في ثلاث حالات اصلا. في ثلاث حاجات بس. في ثلاث حاجات صح من دول. في ال pregnancy صح. في الجروس. او قلنا موجودة في الجروس. في الفيفر. لا ما قلناش الفيفر دي. convulsions اللي هو فترة النقاء بعد مرض معين. دي قلناها برضو. يبقى is immune mediated damage to small intestine to response ingestion of. ده مرض بينتج نتيجة ان انا كلت حاجة فيها قمح اللي هي الجلوتين. يبقى هي الجلوتين اللي هي الايجابة رقم سيدي اللي صح. تمام? جلوتين. يبقى السلياك دي سيز ده نتيجة الجلوتين. مش عارفة يا موجودة بقى عندكم قبل كده ولا ده سؤال مش مهم يعني بس عارفوا السلياك دي سيز مع مع الجلوتين. لما نبدأ ناكل قمح بيحصل السلياك دي سيز ده. طيب نورمال بلازمة احنا قلناها من خمستاشر للاربعين يا مكتوبة كده. تمام? بس هنا اقرب حاجة لها من عشرة الخمسين. يعني ده اقرب حاجة يعني. يبقى من عشرة الخمسين وما ننساش ان هي ملي جرون. تمام? يبقى دي الايجابة الصحة. ماشي. بعد كده. آآ دي اسئلة بقى اللي هو اول حاجة البيولوجيكا الفاليو. احنا قلنا اللي هو قصده يعني اللي هي عبارة عن ايه? آآ ان آآ عبارة عن البروتين الدياتري بروتين اللي انا باكله بيبروفايد آآ اديكوت ايه? امينو اسيد اللي الجسمة محتاجها. النيتروجين بلانس قلنا اللي هي عبارة عن الديفرانس آآ كونتوتيتف ديفرانس بتوين النيتروجين انتك والنيتروجين ايه? اوتبوت. الانتك والاوتبوت. الترانس امينيشن قلنا ما ننساش كلمة معينة اللي فاكرها يبشطر قوي. ان احنا نقول فيه التعريف. وزنو فري اموني. يبقى امينيشن عبارة عن ايه? امينيشن يعني لفيه بالانس ودي بتحصل في النورمال اللي هي الانتيك بتسوي الاوتبوت لاما بوسط في نيتروجين بالانس وديت يعني الانتيك اكتر من الاوتبوت وديت بتحصل في تلات حالات لسه الانهم والجروس والبريجنانسي والكونفالزانس تلات حاجة نيجاتف نيتروجين بالانس وديت يعني الانتيك اقل من الاوتبوت وديت بتحصل في المال نيوتريشن او الالبومينوريا او لو الكاتابوليزم ازيادة سواء في او في امراض تانية زي الضيبة اسمي ذلك سولايبر سيروديزم. ماشي? دياغنوستيك فاليو. وفي البلازمة امينو ترانس في الرز. ايه هي الـ'ديغنوستيك فاليو بتاع البلازمة امينو ترانس في الرز. نفس الكلام اللي احنا قلناة. هتنقل الامينو جروب. هنتنقل الامينو جروب من من امينو أسد لالفا كتو أسد عشان تكون لامينو أسد جديد والفا كتو أسد جديد. ماشي. بتاع الامونيا. الامونيا احنا قلنا ايه? هو عايز مش عايز الايه? مش عايز هتبني لا عايز يعني بتاعه. قلنا الامة تتحول آآ الامة تتحول لجلوتامين. لامة تتحول ليريا. من خلال يوريا سايكل. الامة تخرج تخرج فين في الكيدن. احصل بتاع اليوريا سايكل قلنا حاجتين. قلنا ان ان اسطايا الجلوتاميت ده بيحفز ايه? بيحفز اللي هو اللي هو اول خطوة واللي هو اهم خطوة يعني في التفاعل. وقلنا ان في تلات تلاتة فكتور بيزودوها لو في بروتين ضايت كتير. لو انا كنت بروتين كتير او لو في عمال يكسر في البروتين او لو انا باخد آآ كاتابوليك هرمون زي الكورتزون. دي الريجوليشن. تمام? صح كده? ماشي منشن بقى. يعني عايز بس ايه? آآ آآ عناوين بس كده. يعني عايز تقول اللي احنا لسه قيل انهم. هي في بلانس ولا في بوستيذ? ولا في نيجاتيف? وي آآ اقول الامثلة على كل واحدة. طيب يعني امتى? البروتين عمال يتكسر كتير. البروتين بيتكسر كتير. احنا قلناهم في الحالتين بتاع نيجاتيف نيتروجين بالانس. لاما في مثلا كانسر. لاما في آآ لاما في مرض زي الضيبيتس ميليتس او ايه? او الهايبر سيروديز. دوله البروتين بيتكسر فيهم كتير. طيب عايز تو انابوليك فيت اف ابزورب امينو اسد. الامينو اسد اللي بتتكون عايز تو انابوليك فيت. يعني انها يتعدد بس تكوين. مش تكسير. التكوين بيكون ايه? لا يروح يرجع يكون بروتين تاني. لاما بيكون ايه? نر بروتين اه نرود النبروتين لاربه حاجات اللي احنا قلناهم في الاول لبروتين لاما. اه اه هو عايز حاجتين لو قلنا دول خلاص كفاية. بس في حاجتين كمان ان هما بيكون الا بسم الله اللي هما كرياتين والحاجات دي. البروتين درايفيتف او بيكون البيورين والبيراميدين يبقى دول الاربع حاجات اختار حكتين منهم اكتبهم تو ميكسيد او جلوكوجينيك اللي هي جلوكوجينيك وكوتوجينيك كنا قيلين الايزولويسين وحكتين بالحرف التي تريبتوفان تريبتوفان وايه وتيروزين دول حكتين دول ايه ميكسيد اللي هما جلوكوجينيك وكوتوجينيك طيب تو امينو اسد زاد كانت بيترانس امينيتد بص هو التادي مش مكتوبة في المحاضرة عندكم مش مكتوبة في الكتاب بس هما اربع امينو اسد ما بيحصل لهمش ترانس امينيشان في منهم اتنين شبه بعد كده اللي هما بورولين بورولين وهيدروكسي بورولين ماشي وفي اتنين كمان اللي هو اللايسين الاربع دول ما بيحصل لهمش ترانس امينيشان يبقى بورولين هيدروكسي بورولين ليسين سريونين مش مكتوبة عندكم بس هو عايز اتنين فاحفظوا السهلين بورولين وهيدروكسي بورولين ماشي طيب او ميذوور الموفل للامون للامينو اسد نيتروجين انا هعمل الموفل ازاي الامينو اسد احنا قلنا الامينو اسد هعمل لها رمو الفيت يعني بتاع الام نك affari هعمل لها عمينيشان لاما هعمل لي tho. التلات خطوات دول اختار اي خطوطين واكتبهم برضو وكتب. طيب. حسنا نستgetean. وقلنا برضو ان فيه جلوتاميت لو عايزين نتزاوديه بس هو عايز اتنين فنكتب الأول ALT وAST وبكده نكون خلصنا المحاضرة وشكرا جدا واشوفكم مرة واشوفكم محاضرة تانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته